نعود طبعا إلى ضيفنا سيد هاني سليمان لنتحدث طبعا عن هذه التشكيلة التي قدمها بزشكيان للبرلمان وهي تتضمن أسماء من المعسكر الإصلاحي بماذا تشي برأيك هذه التشكيلة لبزشكيان؟ ماذا تقرأ فيها؟ نعم يعني كنت أقول أن يمكن بزشكيان يحاول أن يتحسس أيامه الأولى من خلال تشكيل ربما حكومة يضغى عليها الوجود الإصلاحي وأعتقد أن هذا كان متوقع خاصة أن بزشكيان يريد السيطرة على بعض الوزارات لكن خلينا نقول أن يمكن جرى العرف أن الوزارات الأساسية هي تكون محل اهتمام المرشد الأعلى وهو جرى عرفا أن يوافق عليها وأن يدعمها بشكل أساسي هي وزارات الداخلية والخارجية والدفاع ووزارة النفط والاقتصاد والاستخبارات وأعتقد أنها ربما قد لا تلقى نزاع كبير ما بين الطرفين لن تكون هذه القائمة نهائية إلا بعد مرور أسبوعين وبعد يمكن إقرار البرلمان بها وزي ما قلت أن يمكن هناك بعض الأمور والمساحات التفاهم ما بين بزشكيان والمرشد أعتقد أن يمكن بخصوص الوزارات الأساسية لم يتم اختيار إلا وزيرة واحدة للطرق وزيرة امرأة واحدة فأعتقد أن هناك بعض التوازن الذي يريد ربما بزشكيان التلويح به من خلال ربما خطابه للجماعير بأنها ستكون حكومة للوفاق الوطني وحكومة للتوازن والوحدة الوطنية فأنا شايف أن يمكن الأسماء ربما بعدها قد يكون مطروح للوهلة الأولى لم يكن هناك يعني عبد الناصر هماتي هو مرشح رئاسي سابق تولى حقيبة الاقتصاد تم الإبقاء على إسماعيل خطيب في وزارة الاستخبارات رغم يمكن الخرق الذي كان موجود واغتيال إسماعيل هنية وبعض المشاكل الأمنية لكن هناك اختيار لوزارة الداخلية يعني إسكندر مؤمني وهو كان يتولى حقيبة رئيس جهاز المرور ليس له ربما خبرة أمنية بالمعنى المعروف وفقا لما يتعلق بالتضييق الأمني وغيرها من الاعتبرات وأعتقد أن دي قد تكون محل خلاف نوعا ما ما بين المرشد أو الحرس وما بين بزشكين وزارة الخارجي عباس عرقجي كان ربما يتولى ملف المفاوضات فأعتقد أنه قد لا يوجد خلاف على منصب وزارة الخارجي لا خلاف على هذا المنصب عباس عرقجي يقال عنه منفتح على الغرب إصلاحي هل نقرأ في ذلك توجه جديد للديبلوماسية الإيرانية فيما يتعلق بحل هذه المشاكل الإقليمية إن كان مع جيران إيران أو العلاقة مع الولايات المتحدة بالتأكيد أعتقد أن اختيار عباس عرقجي هو يتصق مع جملة التصريحات التي جاء بها بزشكين ووجهة النظر الإصلاحية من ربما رفع العقوبات وعادة مفاوضات الاتفاق النووي وبالتالي هو كان ربما ملعود من الأعضاء الفريق المفاوض إبان وجود وزير الخارجية السابق في عهد الروحاني محمد جواد الزريف ثم كان يترأس وفض التفاوض وبالتالي اختياره أعتقد أنه يتصق مع المرحلة ويعطي رسائل بأن جئنا بالرجل الذي سيفتح مصار المباحثات كتمهيد للوصول للاتفاق ورفع العقوبات فأنا شايف أن دي خطوة إيجابية ولكن قد تصطدم في مرحلة ما مع توجهات المرشد أو الحرس إذا ما تعقدت الأمور وتشابكت مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خاصة في ظل ملامح وصول دونالد ترامب في الانتخابات القادمة فأعتقد أن يمكن بزشكين سيحاول التغريد واللعب بورقة وزارة الخارجية والاتفاق النووي وإن حالفه الحظ أعتقد أنه سيحقق نجاح كبير لكن ده بيتعقف على عدد من العوامل منها ما هو متعلق بالداخل الإيراني والمرشد والحرس ومنها ما هو متعلق بالتغييرات الإقليمية وفي جوهرها الاتفاق ومستقبل الاتفاق وقف اطلاق النار في غز ماذا عن تنحي ضريف عن منصبها الذي عين فيه منذ أسابيع قليلة جدا؟ هل تقرأ في الخلفية ضغوط الحرس الثوري العلاقة بينهما؟ ليست على ما يرام على ما يبدو نعم بالتأكيد يعني سام لا يمكن الحديث بشكل مبكر عن وجود خلافات أو صدمات ما بين بزشكين والحرس أو المرشد ولكن على أقل تقدير يمكن قراءة الرسالة الأولية بعد وجود بزشكين كرئيس الجمهورية صرح بأنه نمد يد الصداقة للجميع وغيرها من الرسالة الإيجابية التي توحي ببناء خط جديد من العلاقات أكثر إيجابية لكن في حديثه وتصريحاته مع أحد وسائل العالمية تحدث عن أنه سنزيد من التقارب مع روسيا والصين سندفع فيه مزيد من تسليح القدرات العسكرية وإن اعترض في حديثه عن السياسات الأمريكية وبالتالي من الواضح أن هناك ربما بعض المؤامات والموازنات والاستماع للهجة الحرس والمرشد في تصريحات بزشكين هو يحاول أن يتوازن مباين نهجه الإصلاح وتطلعاته للتهدئة وما بين الخط الأساسي للدولة بالتأكيد هو لن يستطيع التغريد منفردا أو فتح مصار أحادي وقد يكون ده اللي أحدث نوع من الفجأة ونوع من الاضطراب فيه علاقته بجواد زريفة الذي ربما كان له دور داعم جدا في مرحلة الانتخابات وأيضا الرئيس الخاتمي فأنا شايف أن يمكن إقصاء زريفة أعتقد أنه هو فيه إشارة على ربما بعض المؤامات أو وجود صدام وعدم رضاء زريف عن نهج بزشكين وتوازناته في تعاطي مع المرشد والحرس فأنا شايف أنه لا يمكن الحجم بشكل مسبق لكن الاختبارات القادمة ويمكن أول اختبار هو تشكيل الحكومة سيحيب العديد من الرسائل الماء إذا كان هناك توفقات أو ربما خلافات في بداية هذه المرحلة الصعبة شكرا هاني سليمان من القاهرة